الحمد لله من الوصائل الاقتصادية المهمة حسن التدبير والاقتصاد في النفقة على قدر الحال والاقتصاد جزء من النبوة ثانيا عدم الإسراف لا لمجاوزة الحد حتى في المباح وكلوا واشربوا ولا تسرفوا ثالثا لا للتبذير ولا ريال في الحرام ولا هللة إن المبذلين كانوا إخوانا الشياطين رابعا تخطيط المستقبل إنك أنتذر ورثتك أغنية خير من أنتذرهم عالي يتكففون الناس